العوافة ومسا الخير لكل الشباب والصبايا بهالنهار الحلو يلي تجسد وتكرس الانماء الحقيقي والشغل الحقيقي يلي من المفروض انه كل المسؤولين السياسيين بلبنان والمسؤولين الاداريين والدستوريين يكونوا عم بيعملوه لكل مناطقهم واليوم كان فيه تجربة كتير مهمة بدومة لامركزية الادارية والمالية الموسعة ما بدون هيدا شي لحتى ما تروح المغارة مغارة علي بابا يلي تعودوا عليها من سنة 92 اللصوص والزبائنية بهذه السلطة المزروعة من الخارج لتنفيذ قرارات الخارج بيتهربوا منها لهالسبب بتلاقوا حتى باتفاق الطائف بالرغم من كل علاته ناصص على اللامركزية الادارية الموسعة بس لانه عم بقلكم المركزية الادارية الضيقة بتخلي جيوبهم ملياني بتخلي حساباتهم بالابنوكة وين مكان عم تزدهر وعم تسيب التخمة على هيدا الاساس اليوم 17 ايار 2024 مقارنة مع 17 ايار 1983 يعني هناك تاريخ زل وتاريخ مجد الفرق بين اتنين انه فيه شخص اسمه ميشيل عون وفيه شخص اسمه جبران بسيل راح نفوت بتفاصيل هيدا اللايف بهيدا الموضوع بالتحديد وراح نحكي شوي بشكل مقتضب يعني عن موضوع 17 ايار هل صحيح ان وليد جنبلاط ونبيه بره وما يسمى كان بالحركة الوطنية هن اللي اسقطوا اتفاق 17 ايار اكيد لا هل امين جميل هو اللي اسقط 17 ايار اكيد لا خوف امين جميل ادى الى اسقاط 17 ايار وهلأ بحكي من منطلق دستوري للمقارنة للمقارنة حول من اسقطه 17 ايار هل بطلب امريكي للرئيس امين جميل انزاك لحتى ينكو اسرائيل لانه كانت العلاقات بين منحين بيجن والرئيس رونالد ريجن وقته كان فيه تضارب مصالح مما ادى الى مقتل الرئيس بشير جميل وبمجيء الرئيس امين جميل ولكن امين جميل لم يوقع على اتفاقية 17 ايار اتفاقية الزل بس بزات الوقت اذا بنا نعمل مقارنة بين هديك المرحلة ومرحلة اليوم خاصة من بعدها الانهيار المالي والاقتصادي نتيجة وجود هكذا طبقة منهارة اخلاقيا ما عندها اخلاق اصلا لو عندها اخلاق كانت ساهمت بشكل سريع وفعال بازالة اسباب الازم المالية وكانت ساهمت بشكل سريع وفعال كمان بازالة عوامل تأزيم موضوع ملف النزوح يلي كل واحد بيطلع عنده مربط خيل مدروين وبصير يقعد يشبق على هواه وبس بالمناسبة كمان يجب ان نحيي الشهداء الذين يشتطون في الجنوب وفي البقاع وفي رشاية وفي كل المنطقة بلبنان وبفلسطين نظرا لهالبربرية اللي عم تعتمد من قبل العدو الاسرائيلي ولكن فسحة امل على طول بتخلينا نحس انه لبنان ما مات وما رح يموت وان الله راد حتى لو كان بيغيبوا بي رح يوعى منا نتيجة وجود اشخاص مثل الرئيس هون ومثل الوزير جبران بسيل لانه هن الوحدين صراحة يعني يعني العين بس تشوف بتعرف تميز بين الصح والغلط في فسحة امل تاني انه بعد فيه اضاط تأكد اليوم انه بعد فيه اضاط شرفة بعد فيه اضاط نازهين بعد فيه اضاط بيحاولوا يغلبوا مصلحة الضمير الوطني والمهني على المصالح السياسية والزبائنية والتعيينية يلي بتكون من الحصص والمحاصصة والزبائنية هاي دي كلها يلي عودون عليها بعقلية نظام مرتشي عقلية نظام مفسد وفاسد بزيت الوقت اليوم الرئيس داني شبلة والرئيس ميراي حداد يلي هن عضوين بمجلس القضاء الاعلى وبالمجلس التأديبي بين هلالين من يؤدب بحاجة للتأديب وليس من استدعية للتأديب هو بحاجة للتأديب البيحاجة للتأديب كل قاضي ما بيقوم بشغله بحسب ما يملي عليه الضمير الوطني وضمير الشعب اللبناني لانه بيحكم باسم الشعب اللبناني ما بيحكم باسمه الخاص ما بيحكم باسم يلي عينه ما بيحكم باسم فلان جهة سياسية او شخصية سياسية فاذا الرئيس داني شبلة والرئيس ميراي حداد يشهد لهما اليوم انه قاموا بما يملي عليه الضمير الوطني والضمير المهني خاصة انه الهجم على قاضي مثل الرئيس غدعون معروفة اسبابها ومعروفة لوان بدأت توصل لأمور اسبابة الرئيسية هي انه فتحت ملفات المالية لشخصيات سياسية بيعتبروا هن حطين ايدهم بتم كل شخص عينوه بمركز مسؤولية ان كان بالقضاء ولا بالادارة ولا بحية يلا مؤسسة او ادارة عامة من ادارات الدولة اللبنانية فبالتالي افقدوله النصاب وهيدي رسالة لقلو ويلي مغطيه انه الرئيس غدعون ما حدا ما حدا بيتجرأ بمفهومة للامور لانه انشئنا ام ابينا هي القاضية الوحيدة يلي فتحت هذه الملفات وفتحت مغارة علي بابا كل سوا من اجل ضرب الفاسدين للأسف ما كان في غيرها هذه القاضية مع بعض القضاءات اكيد مش كرميل ما ننسى وكرميل ما نظلم حدا في بعض القضاءات ولكن الملفات السخنة اذا صح التعبير هي اللي فتحته هي الملفات المالية يلي يعتبر هذا الامر الدأ بهذه بشخصيات هذه الملفات المالية او ملفات الفساد هو دأ بأسس النظام يلي هن ركبوه من بعد العفو العام 1991 يلي كمان كيف يمسق بكلهم بشهر ايار يعني خمسة ايار 2008 وسبعة ايار 2008 13 ايار 1983 واليوم سبعتاش ايار 2024 وعشرين. فازن هلأ هي منا ضربة كاملة للمنظومة يلي عم بتحاول تضرب منظومة التي تريد حاسبة ومكافعة الفساد ومقضاة وملاحقة كل الفاسدين على المستوى السياسي وعلى المستوى الاداري وعلى المستوى القضائي وعلى المستوى الامني وعلى المستوى العسكري وعلى المستويات كل المستويات بادارات الدولة اللبنانية. صحيح منا ضربة ولكن يعني كف خلعو خلع يعني لوقت رقبة اللي كان عم بده يحاول يعمل له تقديب للريس غداعون لأنه من يجب عليه أن يؤدب هو من يزعم أنه يؤدب الآخرين لأنه عم بيقوموا بواج بيتهم فكل واحد مع عم بيقوم بواج بيته هيدا اللي بده تقديب وبده تقديب بطريقة الخلع الخلع بالمعنى الشرعي المعنى القانوني المعنى الاجتماعي والمعنى اليومي للكلمة خلع من منصب خلع من هالزبائنية اللي عم بيتحكموا فيها برقاب الشعب اللبناني لأنه بيصدروا أحكامهم باسمه عيب عيب ياللي عم بيصير ولكن طريق الحق صعب وطويل ولكنه محقق يعني إحقاق الحق بيرجع هو اللي بينتصر لأنه على طول الحق ينتصر على الباطل ولو كان الباطل جولاته كتير طويلة طويلة ومتعبة وفيها وجع ولكن بالآخر الحق بده ينتصر وبده يبقى الأمل مستمر للأجيال الحالية واللاحقة لحتى نبني دولة متل ما لازم وهيدا الشي يلي شفناه اليوم بدومة حيث اعتبرت دومة أجمل قريب العالم وهيدا بجهود مين؟ بجهود يلي عن جد عم بيحاولوا صر لهم من 2005 أقله بيحاولوا يصلحوا بهذا البلد ونحن بنعرف قداش المهمة صعبة وطريقة طويلة ولكنها منا مستحيلة ما في شي مستحيل عند الإنسان وخاصة عند الجماعات التي تريد أن تبني وطنا أو التي تريد أن تصحح الخلل بوطنة لبنان فبالتالي اليوم شفنا الأمثولة المشرقة من وجه لبنان الحضارة شفنا دومة شفنا مدينة البترون شفنا كل قضاء البترون كيف عم بيصير شفنا بطرابلس شو عم بيصير يعني بيبين أنه من له إرادة العمل من أجل إنجاح وإنماء المجتمع اللبناني بشرا وحجرا بالتالي بالرغم من المهاجمة بالرغم من الشح في المصادر الميلية وبالرغم من كل المعارك السياسية وكل الإشعاعات وكل الحروب التي خيضت على الرئيس عون وعلى الوزير بسير وعلى الطيارة الوطنة الحر يبدو أنه إرادة الحق تنتصر دائما وإرادة الحياة تنتصر دائما فبالمقابل لما يكون فيه مقاومة كمان هناك مقاومة في الداخل هي مقاومة المنظومة الفاسدة ومقاومة النفسية والعقلية والهنهجية الفاسدة عبر إنماء يؤدي إلى وضع لبنان على خريطة العالم مجددا مش إنه لبنان الفلتان لبنان الأزمة المالية لبنان الفقر لبنان الجوع لبنان الطواقف والمزاهب المتناحرة مع بعضهم لا كمان فيه رسالة أخرى للبنان هي رسالة هذا الإنماء العالمي الذي يؤدي إلى العالمية وإعادة لبنان وضع لبنان على الخارطة الدولية من الزامية السياحية والإنمائية ومن الزامية الجمالية علما أنه لبنان كمان بيصدر إشياء تانية مثل الجمال مثل الأدمغة ولكن يجب الاستعمال قدر المستطاع من هذه الأدمغة لجعل لبنان كله مثل دومة لجعل لبنان كله مثل مدينة البترون لجعل كل الأفكار السياسية والشخصيات السياسية والمرجعيات والأحزاب تفكر كما يفكر ميشيل عون وجبران بسيل اليوم شفنا فخامة الجبل طلع كمان الله يعطيه العافية وقالله يطول بعمره ويعطيه الصحة بيطلع بيروح بشارك بعده مثل ما هو كلهم بالآخر طلعوا مش نايمين طلعوا مخدرين طلعوا بيغيبوبي إلا ميشيل عون وجبران بسيل اللي كانوا يهدتوه أنه نايم ومش نايم وحكي بالطعمة بتعرفوا لأنه ما بيقدروا لأنه نحنا بصراحة ما بنشبه حدا ما بنشبههم أبدا اللي بيشبهنا بيكون مثل يلي عم بيصير بدومة يلي بيشبهنا بيكون مثل يلي عم بيصير بالباترون يلي بيشبهنا بيكون مثل ما عم بيصير ببعض الشوارع بترابلوس بالرغم من المنع ومحاولات هيكل الرذل ببعض عقليات ونفوس الضائعة بطرابلس وبغير طرابلس عم بيعمل هذا الشغل بفلسل أرملي وكمان مثال آخر على منع الطيار وعن جد ما بيخلوه هو لأنه مصادر التمويل بإيدهم ومصادر التشريع بإيدهم ومصادر السلطة التنفيذية بإيدهم بإيدهم وما هن اللي بيمنعوا التوقيع وهن بيمنعوا تحريك هذه الملفات شفنا كمان بزحلة لأنه حزب اسمه حزب سمير جعجع ما بدهم لأنه ما بيخيط لا بد هيدا ولا بد هيدا ولا بد زيحهم الدرب هيدا أنه طيب ما بدكون الطيار يشتغل بزحلة لحتى يجدد سوءه ولحتى يحطه على المستوى خريطة العالمية بلا السياحة مثل ما عمل بقضاء البترون كله سوا وبطرابلس وببعض الأجزاء من مدن وقرى لبنان على كل أراضي طيب عملوا أنتوا ما حدا بس بدون يقاوصوا على كل فكرة تؤدي إلى اعتبار أنه هالطيار عم بيحاول يشتغل لحتى يخلي لبنان مثل صورته فاليوم شفنا بدومة هذا المهرجان الإنمائي والجمالة يلي هيدا فعل مقاومة عميق فعل مقاومة وليس فعل عادي طبيعي نظراً لوساخة هذه المدرسة المزرعة يلي متحكم برقابنا اعتباراً من سنة 1990 فهون كمان بنجي بالوقت ذاته هالمقاومة الإنمائية اللي عم يعملها ويلي هي بتودي رسائل للمجتمع الدولي وللإقليمي وللمحلي بالتحديد أنه الإنماء يستطيع أن يكون بشكل أساسي وعنصر مهم بطبيعة الحياة اللبنانية وارتقاءها هو عبر اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة يعني ليش برفضوها مثل ما قالت بأول فيديو مخافة من أن تتوقف مصادر مزاريب الهدر والرشاوة وتكديث الثروات على حساب المال العام وعلى حساب الشعب يلي هو العام كمان فإذا كمان من نقطة تانية سياسية هيدا هو الجو الحقيقي إلى لبنان هيدا الصورة الحقيقية إلى لبنان 17 أيار 2024 أكيد صورة معاكسة ل17 أيار 1983 هون بنرجع للموضوع بهيدا اللايف هلأ بيطلعوا بيتغنوا نبيه بره وليد جنبلات وبعض رموز اليسار المعفن بيطلع بيتغنى أنه هو أسقط 17 أيار لا مش مزبوط هيدا الكلام لأنه مش جيت نظر دستورية يعني مش عم نزيد لأنه بتعرفوا موقفنا من عائلة الجميل وبتعرفوا قداش ارتكبوا مساوئ بيح الحياة السياسية اللبنانية وارتكبوا انتهاكات ومخالفات لكتير أمور ما بنقى هلأ بيغنى عن التذكير فيها لأنه عطول ما نذكر فيها الرئيس الجمهورية ما قبل الطائف كان هو لداه الصلاحية الكاملة الشاملة التامة بالمفاوضة والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يعني إذا تم التفاوض على اتفاقية دولية بين لبنان والعدو الإسرائيلي يجب كي تصبح نافذة المعاهدة أو الاتفاقية يجب على رئيس الجمهورية أن يوقع مش مثل هلأ بعض الطائف صلاحية رئيس الجمهورية هي في المفاوضة فقط ولكن بالتصديق هي صلاحية سلطة مجلس الوزراء وإذا كان يترتب على المعاهدة الدولية أو الاتفاقية الدولية مترتبات مالية على الدولة اللبنانية يصار إلى إحالتها إلى مجلس النواب خلال مهلة سنة من التوقيع من المصادقة عليها من مجلس الوزراء إحالتها إلى مجلس النواب للتصديق عليها والموافقة عليها فإذا صلاحيات رئيس الجمهورية بعض الطائف ليست كما كانت قبل الطائف يعني في موضوع المفاوضات كان رئيس الجمهورية قبل الطائف هو الذي يفاوض هو الذي يصدق هو الذي يوقع وإذا لم يوقع تنتفي وتذهب كأن المعاهدة أو الاتفاقية لم تكن أساسا بالتالي نحن نحكي الحق مثل ما هو نشوف في العين تاني وليس بعين واحدة يعني ما فينا الأشياء اللي صحيح يعني منهت عائلة جميل على الكوارث اللي سببتها للبنان مثل بقية العيل يعني ما حدا يزمت ما حدا زامت يعني كلهم كلهم سوا هود اللي شايفينون هايدا الرعيل كله مسؤول عن خراب لبنان بس كمان واحد بده يحكي الحق الرئيس أمين جميل بوقتها بالرغم من كل علاته لم يوقع انتبهوا يعني خلصة المفاوضة عليها بـ 13 أيار سنة 1983 لم يوقعها وكلنا بنعرف كان بيقدر يوقعها بسهولة تاني نهار وبيقول خلصة صارت معاهدة وما بيقدر لبنان يتراجع عنها لأنه المعاهدات الدولية تصبح مستند رسمي وغير قابل للنقاش إلا باتفاق الدولتين مجددا بوقف هذه الاتفاقيات لأنه بتصير مستند رسمي بالأمم المتحدة فلم يوقعها أمين جميل وهون اللي فضل بعدم توقيع اتفاقية 17 أيار هلأ ليش موقع هون السؤال أكيد مش لأنه عنده ضمير وطني وأكيد مش لأنه يعني وعي فيه هيك وعي تفيد نخوي لا هو لم يوقع نتيجة تضارب المصالح بين رونالد ريجن ومنحين بيجن بوقته يلي أدى إلى قبل 83 أدى إلى مقتل الرئيس بشير جميل تعارضوا المصالح بين إسرائيل والولايات المتحدة أدى إلى ما أدى إليه وما قالوا علاقة مين أتلوا يعني وشو بدي بمين بمين حط العبوي يعني العبوي لما حطى الشارتونة حطى ببيت الكتائب وهو ساكن فيه حطى على سطح بيت الكتائب يعني بتسهيل من بعض الأجهزة بقلب الكتائب ما بعرف يعني التحقيقات مني منطلع عليها ولكن المنطق بيقول أنه واحد بيطلع على بيت الكتائب بيحط الكيس العبوي فوق وما حدا بيسأله من الكتائب وقريب وفي بعض الشخصيات ما حضروا الاجتماعي يلي كان عامله رئيس بشير جميل بوقته اتنين يلي قتله لا سوريا ولا الفلسطينية ولا حزب القومي ولا عدد يلي قتله هو تعارضوا المصالح ورفضوا للرئيس جميل بوقته بشير جميل رفضوا الاتفاقية اللي كان متفق هو ومنحين بيجن عليها وكلنا منتذكر اجتماعنا هرية شو صار قال له أنا صرت رئيس لبنان ما بأقدر كفي بهذه الاتفاقية قال له روح هلأ وصارت قصة عملية التفجير ببيت الكتائب بالأشرفية هذا ما أنه تفصيل اللايف الليلي ولكن أمين جميل ما وقع لأنه خايف يعني حاطت أجر بالفلاحة وأجر بالبور حاطت أجر بأمريكا وأجر بإسرائيل وأجر بسوريا ما بده يزعل ولا طرف من هاو دي الأطراف بس كان فيه أبت باط من الأمريكان لكي لا يوقع نتيجة الضغط اللي كان عم يستعمله الرئيس رونالد ريجن على منحين بيجن نتيجة عدة أمور لأنه كمان قد ما كان الأمريكان ما كانوا قابلين أنه يتم اجتياح لبنان للآخر بوقتها فإذا بتقروا الكتب يلي صادرة من صحفيين أجانب ومن صحفيين على المستوى الإقليمي كمان بيشرح لكم كل هذه النظريات اللي كانتوا تصيل فإذا لا بيقوت وليد جنبلاط ولا بيقوت نبيه بره ولا بيقوت الحركة الوطنية ولا بيقوت اليسار المعفن تم إسقاط اتفاقية 17 أيار وعلما أكتر من هاي هو ذاته المرجع اللي سبت سقوطه بمجلس النواب هو نبيه بره اللي هو ذاته سبت إسقاط الطهم بملف البومة عن أمين جميل خاولي كلهم بيلعبوا بملعب واحد يعني ما تصدقون ما في شي خير بيجي من هذه المنظومة ما في شي خير بيجي هاي دي للشعب اللبناني من زعماء حرب أمراء حرب كانوا عم بيقاتلوا بعضهم ويعملوا المجازر بين بعضهم ويدبحوا بعضهم ويهجروا بعضهم ويرجعوا يستلموا السلطة ما حدا يتأمل خير منهم لك بغض النظر إذا كان فاسد الواحد أو منه فاسد ما فيك تجيب واحد مشترك بحرب لخمستعشر سنة مجزرين ببعضهم شوي تجي تجيبه تحطه بالسلطة ما فيك بدك تحاسبه للأسف تعرفه عملوا هالكومبين طبع عنه العفل عام بسلطة الواحدة وتسعين ومرة أول وجه حكمه ما فيكن بغض النظر عن موضوع الفساد أو عدم الفساد ما بتقدر لأنه اللي بيعمل هاك بتحطه بمركز المسؤولية بيرجع بيعمل هاك وقال له شو اللي مخلي العلاقة بين المقاومة والنبيه بري شو هو اللي مخليته شو الأمين العام ما بيعرف أنه شو ما بيعرف نفسيته بس لو أخده قرار من سنة السبعة واثمانين وقت اللي صارت المجازر بين حركة أمل وحزب الله بإقليم التفاح أنه خلاص بدون يركزوا على عمل المقاومة ما بدون شي يعمل دم بيناتهم لحتى ما تفرط كل الإنجازات ياللي حققوا ومش أنا هاك سكتين عنه يعني ما بدت برير كتير الخبرية فإذا 17 أيار 1983 هو رمز للزل ورمز للعار ولكن بذات الوقت مهما كانت الأسباب مهما كانت الأسباب وراء عدم توقيع أمين جميل لهذه الاتفاقية كي تصبح سارية المفعول ياللي هو بعدم توقيعه أسقطه حكما سقطت خلص وما تم المبادلة بين العدو الإسرائيلي أو الإدارة بالعدو الإسرائيلي والإدارة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية فبالتالي لو أنه مش من خلال تفكيره الوطني أمين جميل لأنه كانت ما قلت حط إجر بالفلاحة وإجر بالفور إجر بإسرائيل إجر بسوريا وإجر بأمريكا وبوقت الوشة والأمريكين راح من واشنطن يقول سوف نقصوا في دمشق من بيروت وقت اللي وقت اللي الأمريكين خزلوا يعني متل عادة بيخزلوا كل يلي بيتعاطوا معهم راح طلع لعند الرئيس حفظ الأسد وصار يطلع هونيكي وبتتذكروا كمان قبل مرحلة انتهاء ولايته للرئيس عمين جميل بـ 88 طلع 12 زيارة لعند الرئيس الحفظ الأسد بركي بيمددله يعني بتعرفوا كلها الخبريات بس لأنه كان مش عارف من وين من أين تؤكل الكتف على هذا الأساس ما وقعوا لأدفئة 17 أيار ولكن الصورة الكبرى من موضوع 17 أيار 1983 2024 بتعرفوا الفرق وكل الفرق وبتعرفوا مين بده يعمر لبنان ومين بده خراب لبنان قبل ما انهي بدي أقول شغلي كمان يعني بلشنا نشوف الموبقات والحركات الطائفية والحركات المذهبية والحركات اللي بتأرف والعينة خاصة عم تطلع من مدينة طرطرابلوس يلي أهلا هن من أهل السماح وأهل المحبة وأهل التعادد بين كل الطواقف اللبنانية ونسيج الشعب اللبناني بيطلع لك متطرفين وأصوليين بيعملوا مظاهرات اليوم ومسيرة أنه النازحين السوريين إخواننا يا أخي إخواننا بس ما تديروها لعملية لأنه سنة صار فيها هلأ مش ترجعوا ترجعوا قصة العنصرية أو قصة الطائفية مشكلة النزوح السوري تؤدي بلبنان إلى الزوال انتهى البيان مش لأنه سنة لازم نوقف معهم أو لأنه مسيحي لازم نوقف معهم أحنا ما حدا يطلع إلنا لو مسيحي السوريين كنتوا بتوقفوا هنفس الموقف أكيد منوقف نفس الموقف بس المشكلة وين إنه إذا مسيحيين سوريين أو مسيحين عراقيين لك لا بيعملوا مشاكل ولا بيحملوا صلاح وشفنا كميات الأسلحة بمخيمات النازحين السوريين كيف حافرين بالأرض وطمينة وهلأ بلش تشفها الجيش والأجهز الأمنية بصريح العبارة المسيح العراقي المسيح الأردني المسيح السوري ما بيجي بيعمل بيجيب صلاح وبصير بده ينقض على الدولة اللي قاعد فيها بيحترن قوانين على قليلة شفتوا الفرق مش قصة منطق طائفة لأنه يا خيه هون جماعة مسالمين يعني المسيحي اللي تهجروا من العراق على لبنان والمسورية على لبنان طيب كانوا ملتزمين بالقانون وكانوا عن جد ماشيين مع الحياة ما بيعملوا هيد الحركات الإرهابية والمتطرفة فخففونا ياها شوية جماعة المتطرفين والدواعش بكل مناطق لبنان إذا ما تكون تفكروا تبلشوا تعملوا مسيرات لحتى تعكروا وتعملوا فتنة بالبلد للأسف لأنه بعض البيئات بتغزي هذا التفكير لأنه جاهزي الفتوى بكل صريح العبارة فما تقلبوها لأنه نسنى هاودي إخواتكم مثل ما عملتوا بالفلسطينية كمان بالرغم من أخطاء الزعماء الموارنية ولكن كمان يعني الزعماء المسلميين اعتبروا للفلسطينية جيش الإسلام في لبنان ما بنا نرجع لهذه الترجمة ما بدنا ياخي نحن اللبنانية لقلنا علاقة يعني ما بنفضل لا المسيحي ولا المسلم ولا الدين على الانتماء الوطني خلصونا بقى من هال من هال المسخرة أين طبق تصيروا بشر هلأ ما سيرها ولا مارسيرها وبتطلع فتوى جاهزة لأنه البيئة خصبة بيئة الفتاوى جاهزة بيركبولك ياه وخلصنا وبصير يقول لك إن الكرآن صالح لكل زمان ومكان وخلص يا رب تنجينا ما بيقدر يشارعه للي بيطلع هايدي الفتوى فوقفولنا هايدي الحركات موضوع النزوح السوري ما قالوا علي قلب الدين ولب الطايفة ولم المذهب موضوع النزوح السوري متل حيالة نزوح آخر هلأ حدا بنتطلق بيقلك ايه بين ما عملته على الأرمن يا حبيبي وقت الأرمن كانوا بلبنان كان قبل ما تنتهي قبل ما ينتهي زمن الاحتلال داعش العسماني كانوا بأرضنا من سنة من سنة صاروا يجوا على على أرضنا متل ما استقبلنا كل المضطهدين من كل منطقة المشرق المعذب بوقتها عبر 1400 سنة فما ما دخلتوا شعبانا برمضان موضوع النزوح السوري في دول قائمة معترف فيها بالأمم المتحدة وكل دولة بتحترم حدود الدولة التانية خلصنا بقى من قصة الولاية مدرشوه محافظة مدرشوه وهيدي التاب على قلنا وهيدي مش لقلنا خلصنا مننا هيد الحركات الموضوع ما له علاقة لا بالدين ولا بالطايف ولا بالمذهب الموضوع له علاقة بالفلسفة الوجودية للدولة اللبنانية بنسيجة هاك مسائب لبنان بدنا نحافظ عليه هاك ما حدا يتفلسف وصير بده يخرق الديموغرافيا نازح ومسلح وسلاح وأنفاء تحت الأرض وهلأ بطلع لي مظاهرات ومسيرات لا إن السوريين إخوانا بس ما تقلبها وتنزل بدقنك وبدشتاشتك وتعملي وتفرجيني السطور بعد شوي هيدا الموضوع أكبر بكتير من هاك ومخططوا لهذا الموضوع أكبر بكتير من هاك يعني بتنبسط لما يعلق السنة بالشيعة بتنبسط أنت يا متطرف يا متشدد يا متعصب يا متزلف بتنبسط يعني الأمور أكبر بكتير من اللي شايفينه القصة ما شصت أه هولي إسلام معلاش ماشي الحال أو هولي مسيحية معلاش ماشي الحال في أمور أكبر بكتير عم تشتغل على مستوى السياسي مشان هيك الدول الكبرى والاتحاد الأوروبا عم بيلعبوا بهيدا الملف وبيلعبوا براسك أنت يا متشدد وبيلعبوا براس المسؤولين بالسلطة اللبنانية مثل نجيب مئاتة يلي عم بيرشوب المليار يورو يلي هو شطط رايته عليا وقاعد يعمل التفسيرات وقاعد يتأتي معاش عارف شو بديو يحكي وشو بديو يقول مليح ما بعرف يمكن عند ربنا عجيبة خلى اللبنانية الجامعات السياسية يعني الأحزاب السياسية والكتل تتفق مع بعض على هذا لرفض هذا الموضوع وحتى ما حكوا ولا فتحوا تمهم في موضوع التوصي اللي تصدرت من مجلس النواب لنجيب مئاتة يلي تبنى حرفيا ما جاء في خطاب الوزير جبران باسيل وفي مشروع اللي كان مقدموا بالنسبة لا إعادة الناس حين من عند ربنا لي لأنه هيدا بيتعلق بوجود لبنان فإذن هيدا كان لايف الليلي تحية للرئيس أمي رايح الداد وللرئيس داني شبلة وللرئيس غداعون وسهل عبود كرمال ولادك وكرمال اسمك وكرمال تاريخك ومتفد على حالك وعلى ذاتك وتفرج بهايك يغمد عينيك لخمس دقايق تعرف الحق وين والحق يحريرك إذا ما بدك تتحرر أنت حر إذا ما بدك توقف موقف رجل دولة رجل قضاء وشهيمة القضاء وهايبة القضاء أنت حر بس حساب حساب لبعدين لأنه التاريخ ما بيرحم متل كل الآخر فيديو بنقوله نحن معك لآخر نفس بنشوفكم بكرة ساعة تسعة ونص متل العادي بتوقيت الجبل تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر